موسيقى على وقع مواقف اثيوبية غير ايجابية مصر تحيل ازمة سد النهضة الاثيوبي الى مجلس الامن الدولي موسيقى 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 تايدروس ادهانوم مدير عام منظمة الصحة العالمية يقول ان العالم دخل مرحلة خطيرة من جائحة كورونا موسيقى موسيقى فلسطينيون يتظاهرون في رام الله واحتجاجا على خطط اسرائيل لضم اجزاء من الضفة الغربية المحتلة موسيقى 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 التفاوض بحسن نية تنفيذا لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولية من أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن وعدم اتخاذ أي إجراءات أحدية قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق خطاب مصر إلى مجلس الأمن الدولي استند إلى المادة الخامسة والثلاثين من ميثاق الأمم المتحدة التي تجيز للدول الأعضاء أن تنبه المجلس إلى أي أزمة من شأنها أن تهدد الأمن والسلم الدوليين بيان وزارة الخارجية المصرية قال إن هذا القرار تم اتخاذه على ضوء تعثر المفاوضات التي جرت مؤخرا حول سد النهضة نتيجة للمواقف الإثيوبية غير الإيجابية والتي تأتي في إطار النهج المستمر في هذا الصدد على مدار عقد من المفاوضات المضنية مرورا بالعديد من جوالات التفاوض الثلاثية وكذلك المفاوضات التي عقدت في واشنطن برعاية الولايات المتحدة ومشاركة البنك الدولي بيان وزارة الخارجية المصرية قال أيضا إن كافة الجهود تعثرت بسبب عدم توفر الإرادة السياسية لدى إثيوبيا وإصرارها على المضي في ملء سد النهضة بشكل أحادي بالمخالفة لاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في الثالث والعشرين من مارس 2015 والذي نص على ضرورة اتفاق الدول الثلاث حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة ويلزم إثيوبيا بعدم أحداث ضرر جسيم لدولتي المصب كانت مصر قد أكدت أكثر من مرة حرصها على التوصل إلى اتفاق يحقق مصالح الدول الثلاث ولا يفتأت على أي منها وهو ما دعاها للانخراط في جولات المفاوضات المتعاقبة بحسن نية وبإرادة سياسية مخلصة ونظرا لما تمثله مياه النيل من قضية وجودية لكل المصريين فقد طالبت مصر ومجلس الأمن الدولي بالتدخل وتحمل مسؤولياته لتجنب أي شكل من أشكال التوتر وحفظ السلم والأمن الدوليين اعلن الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أنه تم بالأمس الجمعة تسجيل 1774 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد إضافة إلى 79 حالة وفاة وقال الدكتور خالد مجاهد إن الأمس شهد أيضا خروج 400 من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفيات العزل والحجر الصحي بعد تمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعفين من هذا الفيروس إلى 13928 حالة قال تايدروس أدهانوم مدير عام منظمة الصحة العالمية إن العالم دخل مرحلة خطيرة من جائحة فيروس كورونا المستجد مع بدء تخفيف قيود العزل والتنقل الجائحة تتسارع أكثر من 150 ألف حالة إصابة بكوفيد-19 سجلتها منظمة الصحة العالمية في يوم واحد العدد الأكبر في يوم واحد حتى الآن نصف تلك الحالات تقريبا سجل في الأمريكتين مع تسجيل إعداد كبيرة في جنوب آسيا والشرق الأوسط العالم الآن يمر بمرحلة خطيرة كثير من المواطنين ضاقوا ذرعا بالبقاء في المنزل والدول تتوق لفتح مجتمعاتها واقتصاداتها لكن الفيروس سينتشر بسرعة وقال تايدروس أدهانوم مدير عام منظمة الصحة العالمية إنه لا يجب التساهل في تخفيف الكثير من الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد وصلوا التباعد ابقوا في منازلكم واصلوا تغطية أنوفكم وأفواهكم عند السعال ضعوا الكمامات في الظروف التي تستدعي ذلك واصلوا غسل أيديكم سوف نواصل دعوة كل الدول للتركيز على الجوانب الأساسية الرصد والعزل والاهتمام بكل حالة وتتبع وفرض حجر على كل شخص يتصل بأي حالة في سياق متصل دعت السلطات الصحية الإيطالية دعت المواطنين الإيطاليين إلى توخي الحذر بعد ملاحظة مؤشرات منذرة حول انتقال فيروس كورونا المستجد الأسبوع الماضي حلم أي عالم آثار أن يتمكن من إلقاء نظرة على آثار لم يظهر للعيان فما بالك باكتشاف مدينة كاملة الباحثون في إيطاليا استخدموا رادارا يستكشف ما تحت الأرض لرسم خارطة مدينة رومانية قديمة بأكملها وكانت المفاجأة أنهم رصدوا تفاصيل مذهلة للمباني التي لا تزال قائمة في باطن الأرض ومنها معبد وضريح فريد التقنية الجديدة استخدمت لاستكشاف فاليرينوفي وهي مدينة تحيط بها أسوار على مساحة تجاوز الثلاثين فدانا على بعد خمسين كيلو مترا شمالية روما تأسست فاليرينوفي عام 241 قبل الميلاد خلال فترة ظهور الجمهورية الرومانية وظلت مأهولة بسكان حتى عام سبعمائة ميلادية في أوائل العصور الوسطى المشروع يمثل أول عملية مسح شامل لمدينة أثرية ورسم خارطة كاملة لها باستخدام رادار يخترق التربة وهو ما يسمح للباحثين باستكشاف مواقع أثرية واسعة النطاق دون لجوء للتنقيب والذي يكون مكلفا من حيث الوقت والمال فاليرينوفي مدينة تنتظر الاكتشاف تحدثت بشكل مباشر مع علماء الأثار الذين يمكنهم الآن رؤية ما هو مدفون تحت الأرض باستخدام رادار المسح تحت الأرض تمكننا من رؤية تفاصيل الشوارع يمكننا رؤية كل شيء نأمل أن تصبح فاليرينوفي بومبي جديدة سطح الموقع نفسه لم يبقى عليه الكثير من الأثار إذ تحول معظمه لحقول وأعشاب أخفت سحر العالم القديم المطمور أسفله فاليرينوفي لا تبلغ مساحتها نصف مساحة بومبي التي تم استكشافها بشكل جزئي لكن ظل معظمها مطمورا رينيرو بيديكا عالم أثار متحمس للمشروع أعرب عن أمله في أن يتحول موقع مدينة فاليرينوفي إلى موقع جذب سياحي هام المدينة كان يقطنها نحو ثلاثة ألاف شخص وكان تضم سوقا وحماما عاما وما لا يقل عن ستين منزلا ضخما ومعبدا بأعمدة قرب بوابتها الجنوبية نعتذر المشاهدين أن إذاعت هذا التقرير نتيجة خطأ فني ودعودوا لاستكمال تداعيات فيروس كورونا حيث قال أنطانيو جوتاريش أمين عام منظمة الأمم المتحدة إن ملايين الأشخاص في سائر عنحاء العالم فقدوا وظائفهم بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد جائحة كوفيد-19 قلبت العالم رأسا على أقد الكل تأثر كل عامل كل نشاط وكل زاوية في العالم مئات الملايين من الوظائف فقدت لن يكون عالم العمل كما كان بعد هذه الأزمة إنه وقت الجهود العالمية والإقليمية والوطنية المنسقة لخلق فرص عمل لائقة للجميع مثل تأسيس عملية تعاف شاملة ومستدامة وصديقة للبيئة تخطت البرازيل عتبة المليون إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد وذلك بعد تسجيلها عددا يوميا قياسيا من الإصابات حسب ما أعلنت وزارة الصحة البرازيلية وأحصت البرازيل أكثر من مليون وثلاثة وثلاثين ألف إصابة بعد تسجيلها ارتفاعا قياسيا في عدد الإصابات بلغ أكثر من أربعة وخمسين ألف إصابة جديدة في يوم واحد كما أحصت البرازيل أكثر من ثمانية واربعين ألف حالة وفاة جراء فيروس كورونا بعد تسجيلها أكثر من ألف حالة وفاة في يوم واحد قال مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي خلال مشاركته في قمة كوفنهاجن للديمقراطية والمنعاقد عبر تقنية الفيديو كونفرنس إن القارة الأوروبية تواجه تحديا صينيا عظيما يجب أن نزيل الأغشية الذهبية عن العلاقات الاقتصادية وندرك أن التحدي الصيني لم يعد على الأبواب لقد بات في كل عاصمة كل مدينة وكل مقاطعة كل استثمار من شركة مملوكة للدولة الصينية ينبغي النظر إليه بعين الريبة أوروبا تواجه تحديا صينيا مثل الولايات المتحدة ومثل أصدقائنا في دول أمريكا اللاتينية وإفريقيا والشرق الأوسط وآسيا وقال مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي إن الصين هي من تركت فيروس كورونا المستجد ينتشر في سائر أنحاء العالم لقد كذبت بشأن الفيروس وتركته ينتشر في باقي أنحاء العالم مع الضغط على منظمة الصحة العالمية لمساعدتها في حملة التستر بالمناسبة عدم الشفافية ما زال مستمرا حتى اليوم الآن مئات الألاف من البشر لقوا حتفهم والاقتصاد العالمي منهار حتى الآن بعد أشهر من ظهور الجائحة لا نملك فرصة لتعامل مع المنشآت والمعلومات الخاصة بالمرضى الذين أصيبوا في ديسمبر في ووهان ما زالت غير متاحة في مدينة رامالة تظاهر مواطنون فلسطينيون احتجاجا على خطة إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة خرج العشرات من المواطنين الفلسطينيين هنا في مدينة رامالة احتجاجا على خطة إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة لا يشغل ذهن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنامين نتنياهو أمر أكثر من الشروع في تنفيذ خطته لضم أجزاء من الضفة الغربية والمستوطنات اليهودية هناك محاولان الاستفادة بفرصة يرى أنها سنحت لحكومته المتطرفة بذلك الضوء الأخضر المزعوم الذي أعطاه له الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في شكل خطة سلام يرى فيها القاصي والداني تحيزا صارخا للمطامح الإسرائيلية غير الشرعية نتنياهو قال إن خطة السلام الأمريكية التي يمكن لإسرائيل بمقتضاها الاحتفاظ بمستوطناتها في الضفة الغربية تتيح فرصة تاريخية لبسط السيادة الإسرائيلية عليها وعلى منطقة غور الأردن نتنياهو أشار إلى أنه سيبدأ التحرك قدما في تنفيذ مخطة الضم الشهر المقبل وهو ما من شأنه إشعال فتيل مواجهات مباشرة على الأرض وموجة تنديد دولية واسعة خاصة بعد تحذير دول عربية وأوروبية من أن خطة نتنياهو تنتهك القانون الدولي وتقود ما تبقى من أمل في تنفيذ حل الدولتين قال ناريندرا مودي ورئيس وزراء الهند إن جنود بلاده الذين قتلوا خلال مواجهات على الحدود مع الصين لم يسمحوا لأحد باحتلال أراضيهم لم يحتل أحد أراضينا ولم تسقط مواقعنا تحت سيطارة أي أحد عشرون من جنودنا الشجعان لقوا حتفهم في لداخ لكنهم لقوا حتفهم بعد أن لقنوا أولئك الذين واتتهم قرأة ونظروا إلى أراضينا درسا قاسيا اتهم محمد جواد ظريف وزير خارجية إيران اتهم فرنسا وألمانيا وبريطانيا بخدمة خصمي بلاده الولايات المتحدة وإسرائيل وذلك بصياغة قرار نووي مناهض لطهران للمرة الأولى يصاعد الأوروبيون لهجتهم حيال إيران فيما يتعلق بالملف النووي قادة ألمانيا وبريطانيا وفرنسا دفعوا الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتبني قرار يوجه تحذيرا لطهران التي ترفض إخضاع موقعين مشبوهين للتفتيش وتبنى مجلس محافظ الوكالة قرارا ينتقد إيران بشأن برنامجها النووي هو الأول الذي تصوت عليه الوكالة التابعة للأمم المتحدة منذ عام 2012 تبني النص في هذه المرحلة له دلالة رمزية في المقام الأول لكنه قد يكون تمهيدا لنقل الخلاف إلى مجلس الأمن الدولي المخول بفرض عقوبات يأتي التصويت في أجواء توتر بشأن برنامج إيران نووي علما بأن إيران تخلت خلال الأشهر الاثنتين عشرة الماضية عن عدة التزامات ردا على إعادة فرض واشنطن عقوبات عليها النص الذي صاغته ألمانيا وفرنسا وبريطانيا يذكر إيران بواجباتها في التعاون مع المفتشين الدوليين في حين ترفض تهران منذ يناير الماضي السماح لهم بدخول موقعين يشتبه في قيامهما بأنشطة نووية غير معلنة قبل أكثر من 15 عاما ومن بين 35 دولة عضو في مجلس محافظ الوكالة كانت روسيا والصين البلدين الوحيدين الذين صوتا ضد القرار خلافا للدول الأوروبية الثلاث الموقعة أيضا على اتفاق عام 2015 من جهتها حذرت تهران على لسان مماثلها في وكالة الطاقة الذرية من أن إيران سترد بالإجراءات اللازمة معتبرة أن درجة التعاون مع الوكالة يمكن أن تتأثر تهران ترى أنها غير ملزمة بتلبية كل الطلبات التي تقوم على ادعاءات لا أساس لها وتتهم إسرائيل بتسليم الوكالة الوثائق التي تطرح تساؤلات حول المواقع المشبوهة قال الدمتري بيسكوف الناطق باسم الكريملين إن بلاده لا تعتزم التدخل في شؤون روسيا البيضاء الداخلية نعتبر هذا شأنا داخليا خاصا بروسيا البيضاء ونحن لا نعتزم التدخل في شؤون روسيا البيضاء الداخلية على أي حال الكريملين ليس له مرشح في انتخابات روسيا البيضاء ومرشحوها من شعب روسيا البيضاء وعود إلى القاهرة حيث أعلنت وزارة الداخلية مواصلة حملتها الأمنية الموسعة الهدفة لضبط الخارجين عن القانون بسائر محافظات مصر بهدف التصدي لمافيا السلع الفاسدة وجرائم غش السلع وحجبها عن التداول بالأسواق تواصل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنصيق مع فرعها الجغرافية بمدريات الأمن وقطاع الأمن العام حملاتها وتنجح في ضبط ما يقارب سلاسة أطنان من الأرز والمقارونة والملح مجهولة المصدر بحوزة مالك مخزن بدون ترخيص للسلع الغذائية بالقليوبية تمهيدا لترحيها للبيع والتداول بالأسواق كما تمكنت من ضبط سلاثة أطنان من الضقيق والسكر وأربعمائة وثمانين عبوة زي الطعام مجهولة المصدر لدى مسؤول مصنع بدون ترخيص للحلويات بالقاهرة وبالشرقية استطاعت الإدارة ضبط مالك مصنع بدون ترخيص لتعبئة المواد الغذائية لحجبه عن التداول ما يقارب ستة أطنان من السلع الغذائية بقصد رفع أسعرها وبمخزن دون ترخيص لتجارة السلع الغذائية بالجيزة تمكنت الإدارة من ضبط ما يقارب سلاسة أطنان ونصف دقيق وسكر وأرز مجهولة المصدر وضبط أكثر من 24 طن سكر لدى المسؤول عن مصنع بدون ترخيص لتعبئة السلع الغذائية بالبحيرة وهي مخصصة للبطاقات التمونية ويقوم بأعادة بيعها على أنها سكر حر بعد تعبئتها كما أصفرت جهود الإدارة وعلى صعيد حملاتها لضبط قضايا التلاعب في أسعار السجائر وبيعها بأزيد من أسعارها الرسمية وحجبها عن التداول بالأسواق أصفرت عن ضبط 312 قضية بإجمال مضبوطات تقارب 133 ألف عبوة سجائر متنوعة وفي مجال جهود الإدارة لضبط السلع منتهية الصلاحية تمكنت من ضبط سلاسة أطنان من مقطعات الدواج غير صالحة للاستهلاك الآدمي لدى المسؤول عن مقزر بدون ترخيص لذبح الدواج بالقاهرة وبنطاق محافظة القليوبية نجحت الإدارة في ضبط نحو 6 أطنان من الأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحوزة مالك سلاجة للسلع الغذائية وضبط 16 أطنان أسماك مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي لدى مالك سلاجة لحفظ السلع الغذائية كان ينوي طرحها للبيع ما يضر بصحة المواطنين وفي مجال ضبط جرائم غش المستلزمات الطبية وحجبها عن التداول بالأسواق لتحقيق أربع غير مشروعة استطاعت الإدارة وبنطاق محافظة الإسكندرية ضبط سلاسة قضايا حيازة مسلزمات طبية بقصد حجبها عن الأسواق لرفع أسعارها استغلالا لإقبال المواطنين عليها بمضبطات بلغت أكثر من 21 ألف كمامة طبية وقفاس طبي وعبوة مطهر وضبط مسؤولين عن محلين لتجارة المستلزمات الطبية لحجبه معنى التداول 19 ألفا وخمسمائة كمامة طبية لرفع أسعارها بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة عبدالله بركات التلفزيون المصري وهذا موعد أخبار الاقتصاد نبدأها بعد الفاصل يبحث صندوق النقد الدولي الجمعة المقبلة طلب مصر الحصول على تمويل بقيمة خمسة مليارات ومائتي مليون دولار ضمن برنامج الاستعداد الاعتماني كانت مصر قد توصلت إلى اتفاق على مستوى الخبراء للحصول على هذا التمويل لضمان استقرار الاقتصاد الكلي بعد سلسلة من الاجتماعات الافتراضية خلال الفترة من التاسع عشر من مايو وإلى الخامس من يونيو الجاري أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على اهتمام الدولة بقطاع البترول باعتباره من القطاعات الحيوية التي تسهم في دفع عجلة الانتاج والتنمية وخلال لقائه بوزير البترول طريق الملة اطمع أن رئيس الوزراء على توفر أرصدة كافية من المنتجات البترولية واستوانات البوتاجاز وزيادة المخزون منها وذلك للاستفادة من انخفاض السعر في المرحلة الحالية وتابع رئيس الوزراء الموقف المتعلق بمشروعات التعاون الجارية مع شركات البترول العالمية مشهيرا إلى أن الدولة حريصة على زيادة حجم المشروعات الخاصة بالبحث والاستكشاف شهدت أسعار العملات العربية والأجنبية في البنوك ارتفاعا مقابل الجنيه المصري حيث سجل الدولار 16 جنيها و11 قرشا للشراء و16 جنيها و21 قرشا للبيع كما بلغ سعر اليورو 18 جنيها و6 قروش للشراء و18 جنيها و38 قرشا للبيع ووصل سعر الجنيه الاسترليني إلى 20 جنيها و18 قرشا للشراء و20 جنيها و37 قرشا للبيع بينما بلغ سعر الريال السعودي 4 جنيهات و21 قرش للشراء و4 جنيهات و31 قرشا للبيع والدرهم الاماراتي وصل إلى 3 جنيهات و36 قرش للشراء و4 جنيهات و41 قرشا للبيع ارتفعت سعر أوقية الذهب في برصة المعادن العالمية خلال التعاملات اليومية مما ساهم في صعود أسعار الذهب في مصر أمس الجمعة بشكل طفيف في بداية التعاملات اليومية بالسوق المحلية ليسجل الذهب عيار 24 نحو 883 جنيه وسعر جرام الذهب عيار 21 نحو 778 جنيه وسعر جرام الذهب عيار 18 نحو 674 جنيه بينما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 6224 جنيه وفي أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط أمس لكنها تراجعت بشكل كبير على خلفية مخاوف من أن استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد قد يقوض التعافي الاقتصادي للولايات المتحدة وارتفعت العقود الأجلة لخام القياس الأوروبي مزيك فرينت 10 سنتات إلى 41 دولار و 21 سنتا للبرميل وهو أعلى مستوى في أكثر من أسبوع وصعدت العقود للخام الأمريكي 29 سنتا إلى 39 دولار و 15 سنتا للبرميل وإلى أخبار التقص حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون التقص اليوم مائلا للحرارة على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد نهارا ويكون معتدلا على سواحل الشمالية وحارا على جنوب الصعيد ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أيضا أن تكون الرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد ونشطة على السواحر الشمالية وتكون نشطة ومثيرة للأتربة على بعض المناطق في جنوب سيناء وجنوب الصعيد في القاهرة أيضا أعلنت وزارة الثقافة أنها سوف تبث اليوم عبر قناتها على يوتيوب حفلا فنيا عن بعد في توقيت واحد في مصر والصيم احتفالا بمرور 64 عاما على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين احتفالا بمرور 64 عاما على العلاقات المصرية الصينية تنفذ وزارة الثقافة ممثلة في دار الأوبرا المصرية في التعاون مع سفارة الصين بالقاهرة حفلا موسيقيا مشتركا عن بعد بين أركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو أحمد الصعيد ويأتي هذا الحفل في إطار لقاء الحضارات وحوار الثقافات حيث تواصل القوى الناعمة بمختلف صورها تواصل نجاحها في تخطي الحواجز وإجراء التواصل الإبداعية بين الشعوب ويعد هذا اللقاء لقاء بين أعظم حضارتين في تاريخ الإنسانية ويؤكد على الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين في مختلف مجالات التنمية وتواصل العمل على تعزيز الصلاة لتظل نموذجا رائدا يحتدى به لبناء المستقبل المشترك بين البلدين أمل صبري أنير في مخيم البقعة للاجئين بالأردن تمضي مواطنات فلسطينيات أيامهن في حياكة أثواب ملونة حفاظا على هويتهن الفلسطينية تمضي اللاجئات الفلسطينيات أيامهن بمخيم البقعة للاجئين بالأردن في حياكة أثواب ملونة تتيح لهن دخلا ماديا وتحافظ في الوقت نفسه على جزء من التراث الفلسطيني وتوضح نعمة صالح أمين سر إحدى الجمعيات الأهلية أن أنماط وألوان الثوب الفلسطيني المطرز الذي يرتدى في الرقصات والمهرجنات لإحياء التراث الفلسطينية تكون مميزة لكل قرية على حدا إذا بنحكي عن مكونات الهوية الوطنية فتزي الشعبي أحد المكونات الأساسية لهذه الهوية بمعنى إحنا في عندنا مقولة في الحنونة بنقول لبس صبية ثوب دجاني وحطها في القطب الشمالي كل حدا رح يأشر عليها ويقول فلسطينية زينا كتير مميزة على صغر حجم فلسطين مساحة فلسطين لكن فيه تنوع هائل في الأزياء تقول أم نايف ذات الأربعة والسبعين عاما إن ارتداء الزي التقليدي الذي لم يعد يحرص عليه جيل الشباب يحدد هويتها ويجعلها تشعر بالفخر تراث الفلسطين هو الجذور هو اللي يظهر شخصيتنا يعني إحنا نعرف من شخصيتنا من اللبس الفلسطيني وهذا شيء يعني إحنا منعتز ونفتخر فيه زي ما بتعتز الرجل بالبس الكفية الفلسطينية والقنباز وإحنا كذلك منعتز فيه وإحنا نشوف أولادنا اللبسهم وإحنا وبناتنا هذا شيء من هيك منفتخر تحس أن روسنا تتوصل لعنان السماء وتعمل اللاجئات الفلسطينيات بحياكة الأثواب يدويا بخيوط زاهية الألوان وتبيعهن لزبونات في مناطق عصرية بمدينة عمان مقابل ما بين 150 دينار و700 دينار أردني للقطعة وختاما إليكم تذكرة بأهم العنوان على وقع مواقف إثيوبية غير إيجابية مصر تحيل أزمة سد نهضى الإثيوبي إلى مجلس الأمن الدولي تايدروس أدهانوم مدير عام نظمة الصحة العالمية يقول إن العالم دخل مرحلة خطيرة من جائحة فيروس كورونا المستدد فلسطينيون يتظاهرون في رام الله احتجاجا على خطط إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة انتهت نشرة أخبار السابعة أشكر لكم حسن المتابعة وكان معكم في لغة الإشارة رضا عبد المنعم يحييكم إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر